فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة فإنه هو المسألة المقصودة بعينها وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة نعم ومن الأمور التي يحرم تشبه بهم فيها وهي المقصودة تشبه بالكفار في أعيادهم والعيد اسم لما يتكرر ويعود إما على مدار السنة أو على مدار عدد من السنين أو مدار الأسبوع أو غير ذلك سواء وهو ينقسم إلى قسمين عيد زماني وعيد مكاني فما يعود ويتكرر فإنه يسمى بالعيد والكفار لهم أعياد لهم أعياد يعتبرونها من شعائر دينهم والمسلمون لهم أعياد من شعائر دينهم وهما عيدان عيد الفطر وعيد الألحى قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمشركون لهم أعياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بها خير منها عيد الفطر وعيد الألحى فيجب على المسلمين أن يقتصروا على هذين العيدين عيد الفطر وعيد الألحى ولا يجعل لهم أعيادا تشبه أعياد أهل الكتاب بالمناسبات عيد المولد عيد الجلوس عيد كذا وعيد كذا إن هذه أعياد جاهلية عيد الفطر